ترجمة نانسي قنقر والمتورطين بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة ووفق ما أدلوا به من اعترافات فقد أكد المقبوض عليهم قيام قيادات التنظيم الإرهابي والموجودة في إيران بتقديم تسهيلات واسعة لعناصر التنظيم على تلقي تدريبات عسكرية في العراق داخل معسكرات كتائب حزب الله العراقية الإرهابية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في البحرين ترجمة نانسي قنقر جيرا سيفور وكذلك تي أنتي وأسلحات الكلاشينكوف والبيكاسي والأر بي جي كما شملت التدريبات أعمال الخطف والقنص والرماية وفك وتدريب السلاح واستخدام قذائف الهون والمناظير وفتيل التفجير والسوعق كان مع شخص يدعى أبو منتظر هذا كان من البداية اسماً لهوة يدعى يونت والسوعق خبرنا أن نقدر النادي أبو منتظر فخبرني في حالة أن الهوة يونت مو متوفر أنه أتواصل معه منه أبو العباس هذا الهوة وكان لعوا حلاسف منهم كلا موجودين في إيران مدينة قم موجودين حتى إذا وغينا الهوة عبوات أو أي شيء أي أدوات ثانية متعلقة بالعمل إذا لم تجد الهوة يونت نرجع إلى أبو العباس في يوم السابع أو الثامن من المحرم صار له مسير عسكري في المنامة شاركت فيه وتعرفت على شخص اسمه حسين لقبل له النكنة المالة بجعفر طلبت من حسين للانضمام معنا في مجموعة اللي هو متكونة مني ومن حسين فضل وحسين الجديد الملقب بجعفر فبعد المتابعة له في البحرين ما كنت له تمركز رجال الأم قرروا في منطقة أبو صيبع له مقاول كنتري مون الزرع تم عن طريق جعفر ما شارك في العملية حسين أخوي ونفذت العملية في نفس المكان بعد وصول له مركبة رجال الأم بعد تمركزها في قريب الصباح وانا رفيقي شهد الفيصل المرحوم زين توفى من أثر قنبلة زين بعدين عمرو الأيام كلمني عبد الله محمد بخصوص قال يابقيك في موضوع ثقة كلمني عن أخصوص أنظم حق سرايا الأشتار قال يابقيك يعني موضوع ثقة ما يطلع كلمني تفضلي قال يعني أن أبقيك للنظم يعني سرايا الأشتار شوف كثقة ورفيقك هذا الشهد على فيصل عشان أنا أحسك أوكي قلت لي أوكي ما في مشكلة يعني فأنت كم قاعد في العراق قلت لي مدة أسبوع واحد قال كل شي ضيق عالا حين أطلع من النجاف تعالي كربلا خذت أكسب روحك فهو اليوم تدريب طلعني هاي أبو مريم اللي أنا ساكن في بيته وداني مكان على أنه هو مدرسة سياقة بس هو مكان للتدريب عطاني هناك دور الأمنية خلصنا ورجعنا إياه أبو مريم بيتهم يوم ثاني قال لي أبو مريم بكرة أبعد فيه درس رحنا اليوم الثاني مكان ثاني محل تلفونات اللي هو محل تدريب فكان هاي الدورة تخريب تفجير وما تفجير هاي اليوم الأول اليوم الأول في التفجير واليوم الثاني في الدورة بشكل عام كامل هاي كتاب حزب الله العراقي